السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقريبا اغلب الاسئلة اللي بتيجي بشتك ميكال قد ما بتيجي خاصة بتستعير المشاريع بواحد باخد مشروع وعايز يعرفها الكلاف الكام ففيه طرق كتير جدا تمام بس انا لقيت طريقة بمبرايس كالكوليتور في واحد شركة عاملة حاجة زي كده فممكن تستعين بها ان انت تفهم الفكرة او ممكن تبعت لهم وتشوف وبعد كانت تزبط انت اسعارك طبعا مبكنا بحاجات كبيرة فانت ممكن تزبط انت اسعارك بس بفهم الفكرة منين فيه ناس بتسعر بالمساحة بيشوف مساحة المبنى ويقدرها فيه ناس بتسعر بالشيط وده بيسهل كتير فيه ناس بيسعر بعدد الساعات وده ممكن يعمل مشاكل برضو بس طريقة من اسليب التسعير هتلاقي الربط اسفل فيديو بمبرايس كالكوليتور هو هنا بيسألني انت انت محتاج ايه تمام يعني هل انت محتاج تو دي لبيم تو دي ايه دي زابل جي لبيم ولا بدي ايف لبيم ولا عم عندك حاجة غسكتش اوب او تقصري دي وعايز تحولها لبيم ولا عندك سكان بوينت كلاود لبيم ولا سكان تو دي دروينج طبعا كل واحدة من دول السعر بتاحها بيفرق فلما يكون الكلام عايم عندنا مشروع وعزين نعمله بس بس انت اصلا هدي كل واحدة تكاد ولا بدلك بدي ايف هتفرق كتير فانا افترض انها دي دابل جي حتى لو انت حاولت البي دي ايف لدي دابل جي فما بقاش مضبوط فبيتزابها تسعر بتاعك فبيقول لك نوع المبنى ايه هل هو مطار هل هو مباني سكنية هل مستشفى هل فندق هل اه هل مدرسة او جامعة خلان نبني مستشفى او جامعة تمام المساحة هدي جروس فلور اريا هقول له مثلا الخين ارتكشور اللي اللي دي كام اللي هالي في الف دو تيل او اللي في الف دوفيلومنت المستوى التواصيل هقول له مثلا ربعمية طب لو الام اي بي بيقول لي بقى التكيف كام والاليكتر كال كام والبلامنج كام كل واحدة من الدول اتبع ادأ ايه وانا مثلا هقول له دول خليها الف طيب اااا، استروكشا لايبش نعم استروكشا خلي الفيه حتي نعمل يعني ااااا دخل ايميل بتاعك طيب دخل اسم بتاعك دخل الاسم المشروع عمل اسمي تمام هقول له هنا ان انا مش انسان قلي هو يبدأ يحسب ويخلال ربع ساعة هيبعته لك هيبعت لك المبلغ ده هيكلفك تديم فده اسلوب حلول للتصميم ممكن تسعى ليه وممكن تاخد فكرة ازاي الواحد دي يسعر المباني ديه